لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أصدرت النهاردة بيان علشان ترد بيها على بيان البرلمان الأوروبي بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أعضاء في تنظيمات إرهابية نائب علاء عابد رئيس اللجنة قال إن مصر لم توقع على البرتوكول الاختياري أو الملحق أو الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة أو الصادر عام 1989 وبالتالي عقوبة الإعدام تتفق وقواعد القانون الدولي كما تتفق مع الشريعة اللجنة قالت أيضا أنه على مدار ثلاث أعوام لم تنفذ عقوبة الإعدام إلا بحق 81 شخص فقط ولا تزال باقي الأحكام غير نهائية وأن أحكام الإعدام تخضع في مصر لرقابة محكمة النقد وأنه من غير المناسب صدور هذا البيان خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب